أدان المركز الأمريكي للعدالة التمييز المناطقي والعنصري والمخالفات القانونية التي تمارسها تشكيلات الحزام الأمني في محافظة لحج جنوبي البلاد وقال المركز الأمريكي في بيان إنه حصل على معلومات مدعمة بوثائق وشهادات حول ممارسات خطيرة ينفذها الحزام الأمني في مديرية لبعوز ضمن منطقة يافع التابعة لمحافظة لحج بإيقاف مواطنين واحتجازهم ونقلهم على متن شاحنات إلى مناطق خارج المحافظة ونقل المركز عن أحد ضحايا الانتهاكات قوله إنه تم ترحيله من طرف قوات الحزام الأمني مع مجموعة من المواطنين من أبناء محافظة البيضاء إلى منطقة السر التابعة لمديرية الزاهر في محافظة البيضاء بزعم مخالفتهم لشروط الإقامة وبحسب الشهادات التي حصل عليها المركز فإن بعض المواطنين المرحلين تلقوا تهديدات بالقتل في حال عودتهم بدون ضمانات اعتبر المركز هذه الممارسات أحد أخطر درجات التمييز المناطقي والجهاوي وانتهاكا خطيرا لكافة المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ومخالفة جسيمة للدستور والقانون وإخلالا بمبادئ المواطنة وتهديد للسلم الاجتماعي والأمن الأهلي اشتركوا في القناة